زوجتي تسافر للعمل في المؤتمرات وأنا الشيطان يلعب بمخي فهل أطلقها وأرتاح أم كيف أتخذ القرار؟ هو شوفوا أنتوا لازم يعني الواحد يعرف من يدخل بيت الزوجية لازم يعرف أنه أعداء صاروا كثيرين أول عايش بروحها فعنده يعني الأعداء نسبتهم أقل لما يتزوج الإنسان تصير العداوة أكثر العداوة وين؟ من إبليس لما كان الإنسان ما هم تزوج في إبليس واحد شغال عليه لما يتزوج يصير مجموعة أباليس يشتغلون عليه ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إبليس وضع عرشه على الماء وكل يوم يسوي اجتماع مجلس إدارة كل يوم في تقارير ترفع من الجنود الأباليس هذول الشياطين الصغار يقول لأنت أش سويت وانت أش سويت وانت أش سويت هذا يقول لأ خليته يشرب خمر هذا يزني هذا يكذب هذا فرقت بينه وبين زوجته فلما يسمع واحد من عياله الأباليس هذول الصغار الشياطين اللي وسوسون أنه هذا فرق بين الزوج وزوجته إبليسي قربه شون يعني قربه؟ يعني هذا المقرب عنده فأكثر شيطان مقرب اللي يفرق بين طرفين يفرق بين زوجين ولذلك أنت الآن لما تقول لي زوجتي تسافر للمؤتمرات وأنا الشيطان يلعب بمخي يعني أنت عارف أنه الشيطان يلعب بمخك فهل وطلقها؟ طيب أنت حين على طور ركفت أنت على الطلاق الله يهديك؟ يعني ما في حل للطلاق؟ فيه ستين حل للموضوع هذا اش تعوى؟ بعد أن هي تسافر للمؤتمرات طيب سافر معاها أنت شو المشكلة؟ اسكت شيطانك سكته وفي ألف حل وحل أنا عندي عائلة من العائلات نفسك قال خلت أخوها يسافر معاها عندي عائلة ثانية أبوها راح معاها عندي حالة ثالثة زوجها راح معاها عندي حالة رابعة قال لها خففة من المؤتمرات هو عندي أنا وحدة كل شهر يطرشونها مؤتمر خلت في السنة ثلاث مؤتمرات قللتهم وفي هذه الثلاث مؤتمرات صاروا يروحون معاها في واحد قال حق زوجت يخلي المؤتمرات بس بالصيف حتى نسافر كنا مع بعض فاشياد من هذا كله أنه فيه ألف حل وحل لكن لا تروح ركضها أنت تفكر بالطلاق على طول يقول أنا في ذهني الطلاق وودي أطلق لكني مو قادر أخذ هذا القرار فكيف أتصرف؟ شوفوا يعني هو الشخصيات أنواع وأنماط فيه شخصيات منطقية فيه شخصيات عاطفية دايما الشخص العاطفي تلقاه متردد كثيرا في اتخاذ القرار دايما حتى لو بيشتري ثوب ها هذا زين مو زين زين مو زين لأ خلا فكر خلا روح خلا شوف خلا سأل خلا استشير ها العاطفي دايما يعني ياخد وقت طويل في اتخاذ القرار غير المنطقي أو الإنسان الواقعي هذا قراراته سريعة فيبدو يبدو أنك أنت شخص عاطفي واضح وبالتالي قرار الطلاق قرار بالنسبة لك محزن والندم المناسبة الندم شو الندم؟ الندم هو الحزن يعني لما يقول إنسان نادم يعني إنسان حزين ولذلك السؤال هل يندم الرجل بعد الزواج؟ يعني هل يحزن؟ هذا المقصود فيه فالمهم هذا جانب فلو كنت أنت عاطفي رح تتردد كثير هذا واحد اثنين فيه أشخاص لما يتعاملون مع شيء يصير فيه ألفة بينهم وبينه يعني مثلا أنا تعاملت مع القلم هذا تمام؟ صار عندي علاقة عاطفية وألفة يصير ما قدر أترك القلم حتى لو القلم قاعد يوصخ إيدي أنا محافظ عليه يصير حتى لو القلم ما يكتب حتى لو القلم ما يكتب أنا محافظ عليه ففي ناس عندهم ارتباط ارتباط في الأشياء ارتباط في العلاقات ولذلك لما يخسر علاقة يدخل بحزن قوي جداً ليش؟ لأنه مو متعود أنه يترك شيء هو متعود لما يتعود على شيء يحب أنه يستمر على طول وهالناس هالصنف من الناس الفقد بالنسبة لهم مؤثر جداً ولذلك لازم يقوي قلبه لواحد إذا كان من هذا النوع طبعاً وممكن يتدرب عليها فبالنسبة لي سؤالك أنا حي طبعاً ما قدر أجاوبك يعني أنا ما قدر أقول لك ولا أطلق ولا أطلق لابد من دراسة الحالة أنا ما عرف إذا أنت قرار الطلاق عندك صح ولا غلط ربما رب العالمين ما قاعد يوفقك للطلاق لأن الطلاق مذر لك ربما أنا حي بس قاعد أفكر بصوت عالي وربما أن الخير أنك تستمر مع هالزوجة ربما فالله عز وجل ما يسر لك الطلاق ومخليك تتردد أو ربما استمرار الزواج مضر بس الضعف عندك وهني إذا أنت فعلاً صار عندك قناعة أنه الزواج هذا الاستمرار فيه خطأ وما تقدر تطلق سو توكيل وكل غيرك يطلقك من زوجتك وهذا ممكن فهذا حل من الحلول فيما لو اقتنعت أن الطلاق هو الأفضل أنا تعرفت على زوجتي قبل الزواج واليوم أنا ندمان لأن أفكار كثيرة تجيني تقول إيش الضمان أنها اليوم ما تتواصل مع شباب هو شوفوا خلو أقول لكم أنا نقطة يعني مهمة جداً اليوم بس أنا الكلام اللي بقوله لكم اليوم ما كنت أقوله مثلاً من عشرين سنة ليش؟ لأنه العلاقات بين الشباب والبنات اليوم من خلال شبكات التواصل الاجتماعية من خلال البرامج الموجودة من خلال انتشار المدارس المختلطة في مجتمعاتنا من خلال العلاقات اللي موجودة بين الشباب والبنات اليوم الزمن تغير الوضع تغير أول من عشرين سنة لو شاب تزوج بنت كانت تسوي تشات مثلاً أو كلام أو دردشة مع شاب هذه جريمة لا تغتفر ما يتزوجها أصلاً لكن اليوم الشاب يتزوج بنت إنه هي متواصلة مع شباب شاب أو شابين أو مثلاً هي عضوة في فريق هوات التصوير وعندهم اجتماع بالشهر مرة وفريق هوات التصوير في شباب وبنات وراح هذا الرجل تقدم لخطبة هذه البنت اليوم الوقت مختلف شوني يعني مختلف؟ نحن الحين ما قاعد نتكلم في الصح والغلط انتبهوا أنا حين قاعد نتكلم في الإصلاح الاجتماعي في استقرار الأسرة لما يني أنا رجل مثل هذا ويقول لي أنا تعرفت على بنتي عفوا تعرفت على البنت في برنامج من خلال الهاتف وبعدين تزوجنا وبعدين ياه الحين يقول لي أنا الحين أخاف أنها البنت تتكلم مع شباب طيب أنت لما تعرفت عليها معناته عرفت أمها عرفت أبوها عرفت تربيتها وعرفت لما تعرفت عليها هل هي قبل الزواج كان عندها علاقات مع شباب ولا لا أكيد هذا أنت تعرفها وكيد هالمعلومات عندك أنا ذاك اليوم عندي واحد شذي والله قال لي بس أنا بطلق زوجتي قلت لي ليش؟ قال ما أعرف بس أنا متعرف عليها ثلاث سنوات قبل الزواج وكننا نتكلم مع بعض وبعدين تزوجتها وحبيتها وحبتني وتزوجتها والحين أخاف أنها تتكلم مع شباب قلت لي أقول لك سؤال بس ألك سؤال جاوب شايف يقول لي نعم قلت لي في الثلاث سنوات اللي كنت تتكلمها قبل الزواج أنت ما كنت تسألها أنت تتكلمين شباب ثاني ولا شايف يقول لي بلى قلت لي طيب سؤال أش قالت لك؟ تشاني تقول هي قالت لي ما تكلم شباب وأنا أقول لك الآن هي صادقة أنها ما تكلم شباب قلت لي بخلاص إذا ما أنت ما في مشكلة طيب ليش مسوي من الحبة قبو أنت وليش مسوي لي مشكلة من ولا شي بس لأنه في وسواس في النفس قاعد يتحرك بس في وهم في خيال علشان يدمر الأسرة ويدمر البيت خلاص خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام يدفقه خلاص وعفى الله عما سلف والإسلام يجبوا ما قبله انتهى الموضوع انتوا حين زوجتوا واستقريتوا والحمد لله خلاص إذن أنت حشفت منها شي تقول لا والله ما شفت قلت لا يعني أنت غاوي مشاكل قاعد تفكر في المشكلة من ولا شي ما يصير فالشاهد من هذا كله أنه مرة ثانية تعرفت على زوجتك من خلال برامج انتهى الموضوع أهلها وتربيتها محترمين خلاصنا زوجتك صال لك ثلاث سنوات معها أنت اشتكيت من شي لا ما اشتكيت بس خلاص انتهى الموضوع أسكت شيطانك واستمر في زواجك هل في فرق بين الندم ندم الرجل ندم المرأة هو انتبهوا لي الندم أنا قلت لكم قبل قليل الندم يعني الحزن والحزن لما الإنسان يقيل له هاي القتة والغلقة والحزن ترى الحزن في بعض الحالات هو مفيد ليش مفيد؟ لأن الإنسان يتعلم دروس في الحياة يعني من لم يتألم لا يتعلم الإنسان لما يتألم هذا درس احنا نقول عندنا في الكويت مثل كل تعلومه بطرق يعني لما يلواحد كيف معناها تتعلم فالمرة الجاية ما يجي لكيف من نفس الغلطة ها كل تعلومه بطرق فإذا الإنسان لما يتألم معناها تقاعد يتعلم ولهذا شوفه أشد الناس بلاءاً الأنبياء ليش؟ ليش رب العالمين جعل أشد الناس بلاءاً الأنبياء لأنه في الابتلاء يتألم الإنسان وإذا تألم تربى وتعلم فهذا أعود مرة ثانية إذن العلاقة بين الطرفين لما يكون فيها ندم طيب الندم هاي مدرسة احنا تعلمنا أنا عندي واحدة ذاك اليوم تقول لي أنا هذا زواجي الثالث مع العلم لما صار طلاقي الأول أنا ندمت بس تعلمت وبعدين زوجت مرة ثانية واتطلقت وندمت لكني تعلمت والحين هذا زواجي الثالث وبإذن الله رح يستمر لأني تعلمت فإذا الندم أولاً لا فرق بين ندم الرجل وندم المرأة بس في نقطة هنا مهمة القضية مو قضية رجل ومرأة قضية قضية كيف الإنسان يتعامل مع الندم يعني أنا كيف أعالج الندم عندي إذا أنا ندمان أو حزين كيف أعالجه لأنه مو معقولة بقعد أنا حاسب نفسي وأجل الذاتي ودمر حياتي على زواج ما كملت ولا على ولدي اكتشفت يدخن سيجارة طيب ليش أحطم نفسي ليش ليش هذه مشكلة لازم أعرف كيف أتعامل معها بس وإذا زواج ما تم أدمر حياتي ليش أدمر حياتي؟ هي الحياة مو كلها زواج الله عز وجل عطاننا في الحياة أهداف العبادة هدف خدمة الآخرين ومساعدة الناس هدف أني أكون ثروة وأخدم فيها المسلمين والناس هدف أني أنا عندي علاقات اجتماعية قوية وحلوة هدف أخلاقي تكون راقية هدف عندي عيال لأحسن تربيتهم هدف عندي أم وأب وأبرهم هذا هدف عندي أرحامة تواصل معاهم هذا هدف أنا عندي خبرة والناس عندها مشاكل وعالجهم هذا هدف الزواج مو كل شيء في الحياة صار زواج وصار فشل صار زواج وصار طلاق طيب وخير يا طير يعني أروح أنا أدمر نفسي على زواج ما تم فالندم ندم لا فرق بين الرجل والمرأة لكن المهم ليس الندم المهم كيف أطلع أخرج من الندم والمهم كيف أتعامل مع نفسي في الندم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء دعاء خطير مهم لكل إنسان يشعر بالندم اللهم إني عبدك ابني عبدك ابني أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك إلى آخر الدعاء هذا دعاء اسمه دعاء الهم والحزن سووا سيرج سووا بحث في جوجل دعاء الهم والحزن حزم يعني الندم الندم وهذا دعاء مهم ومفيد جدا وهذا الدعاء من أسباب خروج الإنسان من الندم واحد اثنين كيف الإنسان يخرج من الندم أنه يفرغ الطاقة اللي عنده في شيء يفرغها في تربية عيال يفرغها في كم الماجستير والدكتوراه في التعليم يفرغها يفتح لمشروع يفرغها بعمل رياضة يفرغها بيحفظ قرآن ولا ذكر ولا دعاء يفرغها في العلاقات الاجتماعية يفرغها بنشاط فيخرج من الندم أو ممكن ما يخدش الألماس إلا ألماس إذا الإنسان ما توفق في الزواج طيب يتزوج مرة ثانية فيعوض ندم القديم بفرحة جديدة فإذاً هذه كلها من أسباب التعامل مع الندم ترجمة نانسي قنقر